السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم على اعطال او رموز اعطال تلاجة بيكو معنا كل رمز او الرمز بيظهر معنا في تلاجات بيكو ايه زيرو يشير الى وجود عطل في قسم الفريزر المجمد الامر اللازم يمكن ان يؤدي الى استمرار عمل المروحة الفريزر والضغط بشكل مستمر رتونة توقف علشان حل المشكلة ديت يجب ان يتم ازالة اللوحة الخلفية الخاصة بهم من اجل الوصول الى المستشعر ثم فصل المجبس به واختياره بواسطة مكاس متعدد رقمي عليه فهذا يعني ان المستشعر زو دائرة قهربائية مفتوحة لذا لابد من شراء او ال وفي حالة ظهور علامة مستشعر جديد ثم اختباره للتحقق من انه لا يعطي نتيجة نفسها وعليه يتم استبدال القديم ثم عادة تركيب اللوحة الخلفية يعني ايه زيرو خاص بالمستشعر بتاع الفريزر والمروحة بتشتغل بدون توقف لان مش حاسة بالتجنيد عطل ايه واحد يشير هذا الرمز الى وجود خلل في مستشعر تزويب الفريزر وهذا لابد من المستخدم ان يكون بالتوصيل بالتواصل مع المركز من اجل الحصول على المساعدة فني لو انت فني طبعا ده مستشعر تزويب الفريزر اه ده في خلل اه محتاج تغيير وتغييره بيكون سهل ايه تلاتة يدل على وجود خطأ في مستشعر سرومستات اه التلاجة برضو محتاج حد يغير المستشعر بتاعت سرومستات اللي هو بيحس بدرجة الحرارة ايه تلاتة اه اما ايه اربعة على المسؤول الهيتر المسؤول عن زابد التلج اطل في السخان اه السخان انت تشغيل السخان لوقتي يزيد عن ستين ديئة لذا يجب ان يتم فصل السخانات لحل المشكلة دي برضو مشكلة في السخان او توصيلات اللي اه بتشغل السخان واحتمال كمان يكون في التوصيلات اللي جاء من الكرت ايه التمانية اه يدل هذا الرمز على عطلة المستشعر او سرومستات صانع التلج في التلاجة مما يوضي الى توقف العمل ايس ميكر لحل الايس ميكر المشكلة لابد من فحص مقومة الحساس او تغيير المستشعر كما ينصح بطلب الاستعانة بالفني طبعا ده مشكلة في الايس ميكر او مستشعر صانع التلج لو فني تكون عارفا ايه تسعة يشير هذا الخطأ الى توقف صانع التلج عن العمل مما يستدعي استبداله ده محتاج تغيير اه صانع التلج ايه تسعة الرمز اه اتنين يدل على وجود خلل في عملية التبريد داخل التلاجة بحيث من الممكن ان يعود السبب في ذلك الى تعطل المروحة نتأكد ان المروحة شغالة ولا لأه ونتأكد ان الضغط شغال ولا لأه ونتأكد ان الباب اه كان مقفول بشكل كويس الفترة اه اللي قابلها علشان كده التلاجة تشتغل باستمرار رموز اعطال تلاجات بيكو اخرى اه طبعا اه في بعض الموديلات بتبقى مختلفة الرمز التلاجة ده روية هذا الرمز على التلاجة تشير ان السخان توقف على العمل بشكل كامل محتاج يتغير او المستشعر بتاعه الحساس بتاعه هو ممكن يكون السبب اللي ما بيش يشغلوش الرمز اربعة يشير ان الدائرة المستشعر مفتوحة اه او الى وجود خلل في توصولات الاسلاك او ان المستشعر تم تحريكه ومتغير من مكانه وما بيحسش بالتبريد الرمز خمسة يشير الى حدوث مشكلة في دائرة المستشعر بحيث من الممكن ان تكون الاسلاك التي تعمل على توصولات مستشعرات درجة الحرارة بلوحة التحكم قد انفصلت. طبعا دي بتراجع اه البردة او لوحة التحكم يكون اه فيها مشكلة في الاسلاك او ان احد اجهزة الاستشعر معطلة فيه احد اه حساس من الحساسات معطل. رمز ستة يشير الى اخذ اظهر اه الثلاجة التي تم تقطها لم تعدل الخارج. في بعض الاوقات الضرار من التك علي زر ما بيرجعش لتاني بسبب دهون او بسبب اه اي حاجة اعطلته. فنتأكد ان الازرر كلها خارجة لبرة. ده الرمز ستة ومعلاقش اي اتساع. الرمز السبعة يشير الى ان الضغط التلاجة لا يعمل. اه لزا لابد من التأكد من وقود اه تسريف في مادة التبريد او انسداد فيه نظام الدوران الى وجود خلفي في الضغط. طبعا بنشوف اه لو جلنا رمز السبعة. الضغط لو شغال تمام معنا يبقى كده مشكلة فريون اه في تهريف الفريون. لو مش شغال معنا خالص نهائي بنراجع الكارتة وبنراجع اه المجموعة بتاع الضغط. دي كل رموز التلاجة بيديو اه بيكو لبعض. ما تنساش تشارك في القناة وتدعمنا بلاقيك وولينا رأيك او تصارك في التعليم.